وصفة النهاردة جميلة جدا للناس اللي عندها رؤوس سودة ورؤوس بيضة وعندها شعر في الوجه وكمان بشرتها دهنية جدا اقولك ان الوصفة النهاردة جميلة قوي 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 وكمان عن تجربة شخصية بصوا شكلها جميل جدا وكمان مش بتعالج البشرة حاجة واحدة بتعالج البشرة من حاجات كتير قوي هقولكو عليها في الفيديو ما تنسيش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد جديد يوصل لكم اول باول يولا بينا نشوف الوصفة معنا اول حاجة هحتاج معايا نشا الدورة او كولن فلاور النشا الدورة او كولن فلاور من الحاجات الجميلة جدا اللي بتعالج المستامل واسعة وكمان بتمتص الدهون وكمان بتخلي البشرة صفية ومرتاحة كده وما بيبقاش فيها اي شوائب فاخدت منها معلقة صغيرة من النشا او الكولن فلاور وهاخد كمان معايا هنا اه بكينج بودر او بكينج بودر اللي هي خامرة الحلويات او بكينج بودر او بكينج بودر انا هنا تدرجيا هطيت اول حاجة معلقة وهبدأ ان انا اقلب لو حسيت ان هحتاج تاني فهيحط كمان معلقة تمام كده فانا هنا هاضطر كمان اخد معلقة لانه ما تقلبش معي كويس بكل سهولة فانا كده اخدت كمان معي معلقة صغيرة يعني انا حطيت معلقتين من الحليب هبدأ اقلبهم كويس علشان المكونات التانية اللي جا حطاها عليها تبدأ معي انها تندمج مع بعضها وتبقى سهلة بصوا اتقلب معي بكل سهولة عشان انا اه حطيت معلقتين لبن فانت بتحطي تدرجيا ما تحطيش معلقتين مرة واحدة حطي تدرجيا علشان تحسن الكوام مزبوط هنا هحتاج معي جمان مية ورد لو انت بشرتك الطبيعية مش حساسة حتي نص لامونة ملاش مية الورد لو انت بشرتك حساسة حتي مية ورد ده للناس طبعا البشرتك حساسة او غير حساسة فتقدر ان انت تقرر تحتي ايه انا حطيت معلقة من مية الورد مية الورد من الحاجات الجاملة جدا اللي بتقلل المثام وكمان اه لو المثام مفتوحة بتبدأ انها تجبد المثام فحلوة جدا وياخد كمان معايا معلقة صغيرة اه من زيت الزتون علشان يرطب للبشرة لان المكونات اللي انا هحطها هتبدأ انها ممكن تشد البشرة لانها تمتص الدهون الزيادة اللي هي بتاعة البشرة الدهنية او اه تخليلي البشرة اه مجدودة فانا حطيت زيت زتون علشان بس يبدأ يترطب للمنطقة هنا بقى معايا الجيلاتين الجيلاتين المطحون بتجيبيه من العطار في الجيلاتين نباتي وجيلاتين حيواني الجيلاتين المتاح اللي انت هتقدر تجيبيه ده براحتك انت اه انا ما بعرفش اتقار بينهم او ان انا اقول ده ايه وده ايه بصراحة انا براح اقول للعطار انا عايزة جيلاتين فبيديني جيلاتين مطحون ايه هو بقى بتبع ايه ما عرفش بصراحة عشان مش هقدر ان انا حدد بدا حطيت معايا معلقة اه من الجيلاتين ولو حسيت انها هحتاج تاني هحط فانا حسيت ان القوام لسه بصوا محتاج نص معلقة كمان نص معلقة يعني ممكن نقول بالتقريب معلقة مليانة من معلقة مليانة صغيرة من الجيلاتين تمام كده واقلبهم كويس اوي والخطوة دي مهمة جدا لما تيجي تحط الجيلاتين لازم تقلب كويس علشان خاطر المكونات كلها تدخل بقى مع بعضها خلاص كده الخطوة دي تمام هبدأ بقى اجيب معي طبق وهحط فيه ميا مغلية الخطوة دي بردك مهمة جدا ميا مغلية زي ما انت شايفة كده شايفين الدخان يعني مغلية سخنة جدا وهبدأ ان انا احط الطبق التاني اللي انا كنت عاملة في الخلطة فوقي وهبدأ اغطي الطبق ده هسيبه لمدة عشر دقيق لحد ما البخار كله يبدأ يدخل في طبق اللي هو الوصفة ويسيحلي الجيلاتين علشان اعرف استخدمه بقى معي ازاي تمام كده انا هنا سيبتهم وهسيبهم عشر دقيق كده ويلا بينا نشوف بعد اما هنسبهم عشر دقيق بشكلهم ايه خلاص كده انا خلصت العشر دقيق بصتوا بقى اعمل ازاي شايفين الكوان بتاعها اه ناعم جدا ان انا اقدر افرده على اقديق بصوا شبه الكريم بالزبط تعالوا بقى مع بعض نجربها ونشوف الكوان بتاعها التي تقدر تفردها على وشك كله انا عمتوا انا عملها الوشي يعني انا كمية دي انا عملها الوشي بس انا هعمل لكم حتة صغيرة على قدية علشان اوريك الفكرة وانت بتعمليها بقى برحتك يعني انت دي بتستخدم للوش ممكن تعمليها الرجلك ممكن تعمليها رجبتك ممكن تعمليها اه لقديك اللي اتنين حلوة جدا لكن بقى ما ينفعش خالص للاماكن الحساسة ما تنفعش تماما يعني السويت اصلا بيقلم هنيجي نعملها وبشوف ناس كتير تقولك اه جيلاتين وتشيل المناطق الحساسة ما فيش الكلام ده مش هتستحملي اصلا ما تعملش الحركة دي انما دي الاماكن اللي هي اه تستحمل بلاش الاماكن الحساسة خالص لانها هتقلمك جدا تمام كده بصوا انا حطتها على قدية وهسيبها بقى من اه عشر دقيق لربع ساعة تنشف تماما وده مهم جدا هي بصوا نشفت معايا ومش قوي كمان يعني لسه طرية بس انا حاولت ان انا اه اورها لكم بقى عشان التصوير وكده فانا عايزة اوريكي بس الفكرة بصوا بتشيليها بتبقى كده بيشيل معاك بقى الشعر الصغير بيشيل معاك الرؤوس السودة الرؤوس البيضة اه بتزيل معاك الدهون اه بتنور البشرة حبوب اديما كانت فيها علامات في البشرة مع الاستمرارية بيخفيها تماما لو انت عندك بقع بقى او تسبغات بيخفيها تماما مع الاستمرارية بصوا تحفى جدا عايزة اقول لك سهلة وبسيطة وهتغذي منها يعني بجد والله اه بشرة صفية هتغذي منها فعلا بشرة صفية بصوا بتتشيل بكل سهولة زي ما انت شايفة ازاي تحفى اوه شايفين يا بنات بصوا وبتبقى بتخلي اديكي نعمة جدا جدا ولا بشرتك بقى ولا المكان اللي انت هتحطي فيه الوصفة هتخليها نعمة تحفى بصوا شايفين هي كمان لو نشفت معايا قوي هتبدأ تطلع معايا مرة واحدة او حتة واحدة انما انا عشان التصوير حابيت ان انا اوريكي الطريقة يعني بحاول ان انا اعملها ليك عملي عشان تقدر تشوفيها انا كده خلاص هنا ابدأ ان انا اروح اشيلها وبعد كده ارجعلك اوريكم الوصفة عملناها جميلة جدا يا بنات وبتخلي اديكي نعمة او بشرتك بتبقى صافية الوصفة التانية دي عبارة عن سكراب بعملها اول حاجة قبل الوصفة اللي احنا عملناها التانية معاكي ارز مطحون باخد معلقة ارز مطحون عادي او الرز المطحون بتاعنا بلطحنه في المطحنة وببدأ ان انا استخدمه كسكرابات للبشرة اه عايز اقولك كمان اه لو ما عندي كش رز ممكن تستخدمي مكانه سكر السكر بتاعنا العادي واخد كمان معلقة اتنشا او الكل نفلور علشان يبقى معايا سكراب ومعايا تفتيح يعني اتنين في واحد زي ما بيقولوا ان انا استفاد منه كم سكراب وكمان كماسك وابدأ ااخد كمان معايا معلقة من مية الورد طبعا لو انت بشرتك مش حساسة ممكن تحط المون والافضل يعني ان انت تحط المون لسبب هيفتح معاك جدا وهيمتص الدهون الزيادة وكمان هيخلي البشرة لونها موحد فانا بفضل بصراحة اللمون بس انا استخدمت في الوصفة دي مية الورد اللي الناس لبشرتك حساسة بتستخدم مكانه مية الورد هنا بقى هياخد معايا جل صبار اي نوع جل صبار عندك ان كانت يعني زرعها عندك او ان انت مش ترياه من المستحضرات التجميل زي اللي انا جايبا ده فاي نوع جل صبار يستخدمي لو ما عندكيش جل صبار بتستخدمي اي نوع كريم مرتب اي نوع كريم مرتب يعني مش هتقف على حاجة وابدأ بقى ان انا اقلبهم كويس جدا الوصفة دي بعملها اول حاجة قبل ما ابدأ الوصفة اللي احنا عملناها بتاعت الجيلاتين دي اول واحدة هبدأ بيها تمام بس انا حبت اوريها لك اخر حاجة عشان انا هبدأ بقى ان انا اعمل الوصفة لنفسي الاسكراب ده بقى انا عمليه بسه الكون بتاعه حلو جدا وناعم جدا هاعمل منه قدية الاثنين وهاعمل منه كمان للوجهة وممكن بقى لو انت في الحمام ولا حاجة ممكن تعمليه تحت القبيطين بس تستبدل الرز بالسكر تمام بسهو القوام بتاعها وبسهو النعومة عايز اقولك ان تحفة جدا يعني انا بقى هبدأ ان انا اعمل قدية الاثنين زي ما قلتلكم بس انا عايزة اوريك القوام بسهو بسهو يا بنات هيزيل كمية حلوة جدا من الرؤوس السوداء ولو عندك دهون لو عندك حبوب لو عندك تسبغات بقع كلف نمش مع الاستمرارية في السكراب والوصفة بجد هتاخدي منها نتيجة روعة روعة في اسبوع واحد هتعمل الوصفة مرتين في الاسبوع وزي ما قلنا الوصفة بتسيبيها على الجسم من عشر دقائل ربع ساعة بالكتير يعني يوم ما تكتر معاك من ربع ساعة لتلت ساعة مش اكتر وببدأ ان انا اعمل الوصفة كده بضمير هتاخدي منها نتيجة حلوة لو الجد الوصفة بتاعتنا عجبتكم تنسوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باي باي